أيام قليلة تفصل التونسيين عن موعد الاستفتاء الشعبي حول الدستور الجديد والاستفتاء هو تقليد ديمقراطي قوامه اقتراع عام مباشر للفصل في تعديلات ذات طبيعة تشريعية أو دستورية أو ترابية بطلب من الحكومة أو رئيس الجمهورية حسب القوانين المعمول بها ويتمثل عادة في سؤال يجيب عليه الناخب بنعم أو لا يعد الاستفتاء آلية من آليات تشريك المواطن في الإصلاحات المصيرية التي لم يتم الإجمع عليها وتتصدر سويسرا دول العالم من حيث ممارسة هذا التقليد الديمقراطي الاستفتاء هو استشارة الشعب حول مواضيع معينة ينجم يكون استفتاء دستوري يعني يتعلق بتنقيح الدستور وإصدار دستور جديد ونجم يكون استفتاء قانوني يتعلق بموضوع معين صادر في قانون ممكن تنظيمه بقانون ونجم يكون استفتاء سياسي ولا اجتماعي تعرف ليفهم بعض الدول مثلا في سويسرا يستفتو الشعب بصفة مستمرة حول مواضيع معينة اللي هي موضوع الهجرة مواضيع من نوع هذية معنى هم عندهم مش حتى علاقة بالقانون يرمي رئيس تونسي قيس سعيد من خلال الاستفتاء إلى إحالة الكلمة للشعب التونسي حول الدستور في خطوة لبناء نظام سياسي جديد تختلف المواقف والقراءات حول الدستور الجديد لكن الكلمة الفصلة سيحسمها الشعب التونسي بعد أيام لتلفزيون فلسطين حيات بنهلال تونس